في العاصمة اليمنية الصنعة عاد الظاهرة اختفاء الفتيات إلى البروز من جديد وأخذت تتصاعد بشكل مخيف أثار الهلع في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحكومة اليمنية وعلى لسان وزير الإعلام معمر الإيرياني كشفت عن قيام ميليشيا الحوث المدعومة من إيران بتنفيذ حملة ممنهجة للسدراج وتقنيد الطالبات في كتائب ما يسمى الزينبيات وذلك ضمن أعمالها الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها الحكومة أشارت إلى أن هذه الخطوة تندرجد من محاولات الميليشيا استخدام النساء في عملياتها الإرهابية كصورة من صور تدمير القيم والأعراف والتقاليد اليمنية للأسف الشديد جاءت هذه الميليشيا الحوثية لتفسخ قيام المجتمع خاصة في الآونة الأخيرة وبالتالي مخالفة الأعراف اليمنية خاصة في استخدامها للنساء وإلحاقهن بجماعة الزينبيات وفي الفترة الأخيرة دابت إلى استخدام الطالبات وتقنيدهن ومحاولة استخدامهن في أعمال تخدم الميليشيا الحوثية من حيث التقسس في المقائل العامة الخاصة بالنساء وإضافة إلى استخدامهن في أعمال إرهابية التقارير الحقوقية الحكومية تتحدث عن وجود أكثر من 320 مرأة لا زلنا في السجون والزنازين الميليشيا تم إحالة 55 مرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة بعد تلفيقتها من غير أخلاقية بغرض ابتزاز سورهن أو استخدامهن في أعمال إرهابية كما نطالب من الأمم المتحدة والمنظمات النسوية النشطة في هذا المجال أن تقف وقفة صارمة وتنزل الجماعة الحوثية بالتوقف عن هذه الممارسات الأخلاقية بما يخص النساء الحكومة اليمنية دعت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء إلى إدانة الممارسات الإجرامية التي تتعرض لها المرأة في مناطق سيطرة الميليشيا تظل الميليشيا الإنقلابية الإرهابية في صدارة الجماعات الإرهابية المنتهكة حقوق المرأة فهي لا تتورع عن استدراج الطالبات والفتيات واستخدامهن في أعمالها التقسسية والإرهابية كما تقول الحكومة اليمنية محمد الحذيفي الإخبارية تعز